بسم الله الرحمن الرحيم وقسم السياسي في الهيئة عن الحالة السياسية في العراق والتقرير يتضمن ثلاثة محاور رئيسة المحور الأول متعلق بالانتخابات ومتعلقاتها التي أصبحت خارج عن إطار المعقول وموقف هيئة علماء المسلمين منها ومن الفتاوى التي أصبحت تسيس وفق رغبات ومصالح السياسيين وأهوائهم المنحرفة والمحور الثاني تضمن الحديث عن مؤتمر التطبيع وعلاقته بأحزاب السلطة وحقيقة موقفهم من التطبيع وعلاقة التطبيع بمشروع الأقاليم في العراق والمحور الثالث فهو عن التطبيع مع النظام الإيراني الذي يسعى بقوة لترسيخ احتلاله للعراق ودول عربية أخرى وخطورة هذا المشروع وتغافل بعض الجهات عن هذا الخطر وتأتي هذه الندوة في توقيت مهم ومناسب من تاريخ العراق الذي يشهد تناقضا بالمواقف وانحرافا في الأفكار والمبادئ من أصحاب النفوس المريضة والمصالح الخاصة النفعية ولتناول هذه المحاور المهمة في هذه الندوة يتفضل مسؤول القسم السياسي الدكتور مثنى حارث الضاري ليبين هذه المحاور وجوانبها المهمة فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والله وبعض السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في عرضنا هذا للتقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق الذي اعتاد القسم السياسي على إصداره بين مدة وأخرى لبيان بعض الأمور المهمة المتعلقة بالأحداث الجارية في العراق وتقريرنا هذا اليوم كما بيّن الدكتور ثامر جزا الله وخيرا يتضمن ثلاثة محاور المحور الأول والمهم والذي أخذ تقريبا مساحة ثلثي التقرير عن الانتخابات المقرر نعقادها بعد أيام في بغداد فضلا عن محور ثاني والثالث سيئة الكلام عنهما نتحدث أولا عن المحور الأول وهو محور الانتخابات تناولنا في التقرير السياسي الدوري السابق بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات وكان هذا تقريبا قبل شهر ونصف وأكدنا فيه على أن التحضيرات لها هذه السنة شهدت تصعيدا واضحا في الصراع بين أحزاب السلطة الفاسدة وتزايدا في الاتهامات وحملات الفضائح المتبادلة بينها وهذا ما ازداد بعد قراءتنا للتقرير السابق وبعد اصدارنا للتقرير السابق وبدأت معدلات هذا الصراع وهذه الاتهامات بالتعالي والآن بلغت حدا بصراحة لا يطاق وغير معهود أبدا في أي حملة انتخابية في العالم حملة انتخابية طبيعية ولكن هذا هو شأن الحملات الانتخابية غير طبيعية الشاذة التي تجري في زمن الاحتلال والتي تفسح المجال لأعوان الاحتلال أو المتعاونين معه أو المتعاملين معه أن يصعدوا إلى هذه السدة سدة الحكم وأن يتنابزوا بينهم كما فعلوا في الأيام الماضية القليلة وسيأتي بيان بعض هذا الشيء بعد قليل وأيضا أكدنا في التقرير السابق على أن هناك انسحابات وهمية وإعلان عن انسحابات من الانتخابات وقلنا أنها وهمية وفعلا تبين أنها وهمية وقد تراجع كل من ادعى وأعلن الانسحاب سواء كان كتلة كبيرة كمقتدى الصدر أو أشخاص هنا وهناك بل أن بعض الذين هددوا بالانسحاب فيما إذا تم التعرض لهم أو تمت مضايقتهم ضيقوا بل قسم منهم فصل من الانتخابات أو أبعد تعبير أدق عن الانتخابات وإذا بهم مستمرون في دعم الحملات الانتخابية بطريقة أو أخرى وأشرنا كذلك إلى الوسائل التي يتخذها السياسيون من أجل حث الناس على المشاركة في الانتخابات وكسب التعاطف الشعب معها والتي تجاوزت كل ما هو متوقع ووصلت أخيرا إلى حد الادعاء بالتعرض لمحاولات اغتيال وهمية هي الأخرى وكل هذا طبعا يدل على المأزق الكبير لهذه الانتخابات ومحاولات تمريرها بأي صورة ممكنة في ظل أجواء شعبية رافضة لها وقناعات متنامية بأنه لا قيمة لها ولا أثر في تغيير الوضع المأساوي الذي نعيشه في العراق وهي القناعات نفسها التي دعت غالبية العراقيين إلى مقاطعة الانتخابات الماضية سنة 2018 وهنا نقطة مهمة نسبة الانتخابات والمقاطعة كانت كبيرة في الانتخابات الماضية ومتوقع أنها ستكون أكبر في هذه الانتخابات ولذلك شهدنا محاولات عديدة لتلافي هذا الأمر سندكرها بعد قليل وتشير مؤشرات وحيثيات كثيرة إلى أن الانتخابات المقررة ستشهد عزوفا أكبر ومقاطعة أوسع ولا سيما بعد توسع خيار المقاطعة للانتخابات والدعوة إلى عدم المشاركة فيها وتبني قطاعات شعبية كبيرة لهذا الخيار وهذا تطور مهم وجديد في الساحة العراقية أن يكون خيار المقاطعة خيار شارع خيار شعبي وواسع وتنظم له حملات خاصة للمقاطعة سابقا إن كان هناك رأي بأنه ننتخب الأصلح بعدين صار ماكو أصلح كلهم فاسدون إذا لا نشارك في الانتخابات تطور الأمر الآن إلى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وكأن الشارع يعود إلى المربع الأول الذي انطلقت منه القوى المناهضة لاحتلال في عام 2004 عندما دعت إلى مقاطعة الانتخابات ومن هذه الوسائل بدأت عاد الأحزاب والميليشيات تضغط على الشارع تضغط على الشعب لإجباره وليس الإقناعه ماكو وسائل الإقناع وإنما الإجباره على المشاركة في الانتخابات ومنها ممارسة سياسة القمع السياسي والإعلامي تجاه كل من يتحدث عن مساوى الانتخابات أو ينتقدها أو يدعو إلى مقاطعتها ومحاسبة القنوات والمنصات الإعلامية التي تروج لذلك بل تعد هذا الأمر وصل حتى إلى وسائل الإعلام عربية رسمية اتفقت مع الإعلام الرسمي في العراق على عدم السماح لأي صوت معارض للانتخابات بالضخور في هذه المرحلة وهذا يدل على المأزق الكبير كما ذكرنا نقطة أخرى لاحظتم في الحملات الانتخابية كل من يظهر الآن في وسائل الإعلام أو في الاحتفالات والتجمعات الكبيرة لتهيئة الانتخابات أنهم يركزون على أن هذه الانتخابات مبكرة وأنها نتاج ثورة تشرين وثورة تشرين وغالب هؤلاء تصدوا لثورة تشرين وثورة تشرين عند انطلاقها قبل عامين بل كانوا يتهمونها بأنها تدار من الخارج وإذا بقدرة قادر تصبح الانتخابات التي يقولون عنها أنها مبكرة لخيار ثورة تشرين واستجابة لخيار ثورة تشرين سنشارك في الانتخابات من أجل التغيير وهم نفس الوجوه الذين قمعوا ثورة تشرين فهي محاولة القفز على ظهر ثورة تشرين للوصول إلى أهداف سياسية وما حصل أي تدوير التدوير كله داخل العملية السياسية فإذن هي محاولة الاستغلال والثورة تشرين هم الذين يتزعمون تيار مقاطعة الانتخابات أما ما تسمى بالقوى التشرينية وتشارك في الانتخابات ولها أسماء فاثي قوة وهمية لا صلة لها بثوار تشرين وإنما هي حياكل وأسماء وتشكيلات تم إعدادة لإهام الناس بأن ثوار تشرين أحد خياراتهم المشاركة في العملية السياسية فكل من يتعلق بثورة تشرين على السواء من كان في العملية السياسية أو من يطمح الآن لدخول العملية السياسية يستخدم ثوار تشرين وسيلة لاستدرار العواطف وهنا نقطة مهمة يقول عنها انتخابات مبكرة أي انتخابات مبكرة؟ انتخابات نعرف كل أربع سنوات انتخابات الماضية جرت في شهر خمسة عام 2018 والآن نحن في شهر عشرة 2021 يعني انتخابات لو مر بصورة طبيعية حسب التوقيتات راح تكون في شهر خمسة 2022 يعني الفرق سبعة أشهر فهل تسمى هذه انتخابات مبكرة؟ بل حاولوا بقوة تأجيل هذه الانتخابات ما أمكن لكن حتى تظهر بأنها انتخابات استجابة لمطالب ثوار تشرين حتى يقولوا في المستقبل بأننا استجبنا لمطالب ثوار تشرين وهذا ما سيحصل فليست انتخابات مبكرة أبدا وأننا انتخابات في سياقها الذي يريدونه وفق المقدمات التي يريدونها والمخرجات التي يعملون على إخراجها وستخرج كما يريدون بعيدا عن تشرين وثوار تشرين وبعيدا عن مصالها العراقيين ويمكن هنا أن نرصد في هذا السياق سياق الصراعات والتوقعات والأمور الآتية أولا عزوف الناخبين عن استلام البطاقات الانتخابية وهذا أمر مهم يدل على أن تيار الدعوة إلى المقاطعة قد نجح نجاحا كبيرا في إقناع الناس في هذا العزوف وقد دفع هذا العزوف من فوضية الانتخابات إلى محاولة إغراء الناس بمبالغ مالية زهيدة مقابل استلام البطاقة الانتخابية بطاقة شاحن هاتف 10.000 دينار ما قيمة 10.000 دينار الآن في العراق المهم وهذه سابقة خطيرة تظهر مدى الانحطاط الأخلاقي والمهن الذي وصلت له المؤسسات في العراق وشعورا من المفوضية وحزاب السلطة وميليشياتها بحجم المقاطعة الكبيرة وهو إجراء سلكته أيضا حكومة الكاظمي يعني لو باقي على المفوضية ممكن لكن حتى الكاظمي يعني أوصى أو أمر بعطاء هدية لكل من يستلم في طاقة الانتخاب يعني بس تعالوا بالعبارة هذه بس تعالوا بالبطاقة ليش؟ لهدف آخر سيأتي ذكر بعض قليل ثانيا استخدام الترهيب والتهديد وسيلة لإجبار الناس على المشاركة في الانتخابات والأمثلة له كثيرة وعديدة وشواهده لا تحصى ولكن نظر المثال واحد يدل على أنه لا يمكن لعاقل لا يمكن لسياسي يحترم نفسه لا يمكن لحكومة حقيقية لا يمكن لنظام دولي وإقليمي لا يمكن لبعثة الممتحدة ولا للممتحدة أن تقيم هكذا انتخابات في العراق في ظل وجود هذا المثال ما هو المثال؟ ما يحدث في سنجار ومارسات حزب العمال الكردستاني الترهيبية وهو حزب ليس عراقيا وإجباره السكان على استلام بطاقة الناخب وتسليمها لمكاتب الحزب ومن ثم الحضور يوم الاقتراع وانتخاب من يوصي به الحزب لأن الحزب العمال الكردستاني البككة هو من يحكم في سنجار حزب غير عراقي يحكم جزءا من العراق ويتدخل في انتقابات العراق ويفرض إردته على الناخبين بالتعاون مع من يسمونها حكومة المركز هل يوجد مثال مثل هذا المثال في العالم؟ كيف تقام الانتخابات إذن إذا كان في هذا الخرق الكبير في مدينة أو في منطقها كبيرة كمنطقة سنجار لكن تعودنا في العراق بعد الاحتلال أن نرى وأن نتوقع وأن نسمع وأن نشاهد كل شيء ثالثا تغيير معيار نسبة المشاركة في الانتخابات هذا هو الهدف الذي ذكرنا قبل قليل الحاح على استلام بطاقة الناخب لما كان المستلمون للبطاقات عددهم قليل جدا بدأ الضغط بدأ الترغيب بدأ الترهيب ومن ثم لم يفلح هذا الأمر لجأوا إلى حيلة أخرى وهي تغيير معيار نسبة المشاركة في الانتخابات واختراع طريقة جديدة لاحتساب نسبة المشاركة بها فبدل أن تحسب النسبة لمن يحق لهم الانتخاب استبدلت بنسبة الذين استلموا البطاقات الانتخابية والتي تدول مؤشرات عدة على أنها نسبة متدنية جدا مما دفع الحكومة وأحزابها ومفوضيتها إلى محاولة التغيير هذه للتضليل وإعلان نسب غير حقيقية للتستر على المقاطع المتوقعة بنسبة كبيرة جدا مثال يعني له مئة ألف عراق فقط استلموا البطاقة الانتخابية إذا شارك منهم خمسين ألف فقط راح يقلون نسبة المشاركة خمسين بالمئة فأي تزوير وأي تلفيق هذا لا يحدث في كل قوانين الانتخابات في العالم وأخيرا أخيرا بعثت الأمم المتحدة في العراق بالأمس فقط أبدت قلقها من تغيير معيار نسبة حساب المشاركة في الانتخابات أبدت قلقها ولكن لم تعترض والمناسبة البارح يمكن سمعتم مجموعة من الدول الغربية أصدرت بيانا موحدا للدعوة لمشاركة في الانتخابات ومباركة التجربة وأن عدد المراقبين من الأمم المتحدة يفوق أعدادهم في المرة الماضية أربعة وخمس مرات طيب اذكروا العدد كم هو العدد العدد ثمانمية وبعثة يونامي في بغداد قالت سيكونون في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك خمس مدن رئيسة طيب وباقي المدن ثمهم ثمانمية كم مكتب اقتراع في العراق إذن هي مجرد إعطاء غطاء شرعي وليست رقابة أو مراقبة حقيقية رابعا تسخيل المؤسسات والجهات الدينية الرسمية والحزبية والمساجد وشيوخها لخدمة عمليات الترويج الانتخابي في ظاهرة جديدة من حيث حجمها وطرق تنفيذها مو من حيث لأن مسلوكة سابقا والدفع باتجاه اصدار فتاوى تفصيلية وجزئية متعلقة بإجراءات الانتخابات تحليلا أو تحريما وعدم الاكتفاء بالفتاوى العامة كما هو المعهود سابقا وهذا تطور خطير يدل على الجرأ الزائد عن الحد في التعامل مع النصوص الشرعية واستخدام المواقع والصفات والمنابر والنصوص الشرعية لترسيخ مفاسد ومصالح غير معتبرة وإظهارها بمظهر المصالح المعتبرة والمقاصد الضرورية وقد استوت في ذلك شخصيات وهيئات ومجامع وسائل إعلام مبتعدة كل البعد عن مراعاة أحكام الشريعة فضلا عن مقاصدها لصالح أحزاب وقوى وشخصيات ليست بالضرورة أن تكون متفقة مع التوجهات الفكرية والخلفيات التنظيمية لهذه الجهات كما عهدناها سابقا وإنما هي التحالفات والمصالح الخاصة المتوهمة ولعلكم رأيتم بالأمس التجمع الكبير الذي أقامه الوقف السني حشد عددا كبيرا من أئمة وخطباء المساجد وأساتذة الجامعات وكان الحشد مقصود به إظهار الصورة والإبهار لأنه لا ضرورة لكل من يحضر في قاعة ضخمة جدا ورأيتم حجم القاعة أن يصعد على المنصة لتلاوة البيان هؤلاء هم الحضور الكراسي إذن كانت فارغة فقط من وسائل الإعلام الأصل أن يجلسوا وينتدى منهم من يقرأ البيانة والفتوى والمناسبة هو بيان سياسي وليس فتوى لأنه اكتفى بعمومات واستشهادات وليس استدلالات من القرآن والسنة والفرق كبير بين الاستشهاد والاستدلال الاستدلال على أمر مفروغ منه تقول قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه فتوى وتستشهد بآية طيب أين وجه الدلالة؟ تستدل بآية أين وجه الدلالة؟ أين وجه الاستشهاد؟ ما هو فقه هذه الآية؟ هل هذه الآية فقهها قاصر على هذا الرأي؟ أم يمكن استشفاف منه آراء أخرى؟ وهل هي في محل النزاعي أم لا؟ كل هذا لم يعالج صفحة ونصف فقط ذكروا فيها الآيات وذكروا فيها قضايا تخالف أصول شرعية من ذلك على سبيل المثال الاستدلال بموضوع القوي الأمين هذا الاستدلال يكون في الأمور الدنيوية الأمور المهنية طبعا القوي يقدم على الأمين لما؟ لأنه قوته للجميع وأمانة الشخص لنفسه فهناك بعض الأعمال تحتاج بأن يكون الشخص خبير بها عارف بها قد يكون الأمين غير عارف بها فيقدم هنا القوي أو يقدم الأمين لحاجة هذا العمل للأمين وليس للقوي فقضية مصلحية دنيوية أما أن يستشهد بهذه الآية من أجل انتخاب أعضاء لمجلس تشريع مجلس النواب يقوم بالتشريع فهذا أمر لم يسبقهم به أحد وهذا دلالة على أن من كتب هذا البيان السياسي المدعى أنه فتوى يجهل أصول التشريع يجهل أصول الفقه يجهل الاستدلال بل يجهل كثيرا من الأمور التي هي مشهورة ومعروفة عند طلبة العلم فضلا عن العلماء وبالمناسبة تعودنا على هذه الحشود كما حشد نائب رئيس ديوان الوقف السني في عام 2004 بعض الأساتذة والعلماء ومعهم أئمة وبعض العاملين في المساجد لإصدار فتوى دخول الجيش والشرطة في وقته هاهم الآن أيضا يحشدون هذا الكم الكبير من أجل إصدار بيان سياسي يسمونه فتوى ويوجبون المشاركة لو قالوا الجواز ممكن أنه يناقش هذا الموضوع أما الإيجاب أين ذي الإيجاب؟ سأتي حديث عن هذا الموضوع بعد قليل مع ملاحظة ديوان الوقف السني ليس جهة علمية شرعية تأخذ من الفتوى والمواقف الشرعية وإنما هو جهة إدارية وارتباط الأئمة والخطباء به كجهة إدارية فقط يقومون بمهام مقابل راتب الجهة المخولة بهذا جهة شرعية علمية وهنا السؤال المجمع الفقهي أصدر فتوى أيضا وهي لا تبتعد كثيرا عن محتوى الفتوى التي أصدرها أئمة وخطباء الوقف السني ولكن ألم نسمع خلال السنوات الماضية أن مبررات إنشاء المجمع الفقهي لكبار العلماء في العراق هي تقليل الضرر ما أمكن التواجد في الساحة إفتاء الناس عدم ترك الساحة للآخرين سد الفراغ الحاصل في هذا الجانب وكل أمور مقبولة ومبررة إن كانت حقيقية ودقيقة طيب لماذا يطرح المجمع الفقهي الآن على جنب والوقف السني يتولى إصدار الموقف السياسي الموقف الشرعي لعلماء خليها بين قوسيا سنة العراق أليس المجمع الفقهي نسمع دائما من هذه الأصوات ومن علماء الوقف السني ومن بعض الأحزاب الإسلامية السنية أن المجمع الفقهي والمرجعية الشرعية لأهل السنة والجماعة في العراق فلماذا لم يتم الاعتماد على فتوى المجمع الفقهي والاكتفاء بها وهذا التشديد تشديد بل الأدهى والأمار أن بعض الأحزاب السياسية تستورد فتاوى من خارج العراق وهي نفسها التي كانت تروج لمرجعية المجمع الفقهي وإذا بها في أول استحقاق كما يسمونه في العراق لدخولها في العملية السياسية بوجه جديد تلجأ إلى علماء من الخارج لإصدار فتوى بوجوب أو إلزام المشاركة في العملية السياسية إذن الوقف السني يطرح المجمع الفقهي جانبا وأحزاب إسلامية عراقية تطرح المجمع الفقهي جانبا طبعا نحن نختلف مع المجمع الفقهي في رأيه السياسي وفي بعض متبنياته الشرعية وهذا أمر معروف ومعلوم ولكن هذا مجرد تساؤل إذا كان الأصل هو توحيد الجهد في الداخل توحيد المواقف إذن لماذا هذا التشتت؟ إذن من البداية هناك تشتت في الموقف الشرعي الداعي للانتخابات فما بالكم بالموقف السياسي القوة الأحزاب التي هي في العملية السياسية التي تتصارع تأخذ الشرعية من عدة جهات من أجل وحدة الكلمة وهي تفرق الكلمة في صراع الانتخاب وما يستغرب له هنا أيضا كما ذكرنا قبل قليل هو الاستعانة بعلماء من خارج العراق للإفتاء لصالح المشاركة بالانتخابات فبعد أن كان المشاركون في العملية السياسية من الإسلاميين السنة يقولون لا نقبل فتاوى العراقيين في الخارج ها هم يعودون للاستنجاد بفتاوى خارجية لعلماء غير العراقيين استنجدوا أول مرة في مجلس الحكم بالشيخ فيصل مولوي رحمة الله عليه وعطوه صورة غير الصورة الموجودة في العراق وجنبوا فتوى الدكتور عبد الكريم زيدان بعدم جواز المشاركة في مجلس الحكم وأخذوا بفتوى الشيخ فيصل مولوي ثم عادوا بعد ذلك وأخذوا بفتوى الشيخ عبد الكريم زيدان في مفصل مهم ثم يعودون الآن بعد ثمانية عشر عاما من الاحتلال للاستنجاد بفتاوى الخارج ألا يوجد علماء في العراق ألا يوجد مجمع فقهي تعدونه مرجعية لكم ألا يوجد علماء في هذه الجماعة التي استنجدت وهي جماعة بالمناسبة جماعة علمية ودعوية لكنها دخلت الآن العملية السياسية وبالمناسبة بعض مرشحيها ما دخلوا باسمها وإنما دخلوا تحت مسميات وتكتلات وتحالفات أخرى وسيأتي ذكروا بعضها بعد قليل المهم وهذا ما يثير الاستغراب حقيقة ما العجب ليس تأييدا لأصل رفضهم وإنما لانتقائيتهم وإلا في الحدود المكانية لا تمنع من الإفتاء عراق يفتي لمصري مصري يفتي لعراقي شام يفتي لعراقي عراق يفتي لشام حجاز يفتي لعراقي وهكذا هكذا تعلمنا هم علماء الأمة هكذا هم علماء الأمة لكن جرت سياقات معروفة بعد تقسيم الأمة وتوزعها على بلاد وأقطار أن كل بلد يتبع علماءه حرف ماشي الكل يحترمه ويقدره ومن أكثر الناس احتراما له علماء العراق الذين لا يتدخلون في شأن غيرهم فلماذا الآن يطلب أو تطلب فتاوى من الخارج ولذا ينبغي لنا هنا بيان أن هذه الفتاوى ليست ملزمة للعراقيين حتى وإن ادعت الجهة أو الحزب أو الجماع أن هذه الفتاوى خاصة بهم ولكنه حزب عراقي وسيشارك في الانتخابات وسيروج لهذه الفتاوى وسيروج المشاركة فالأمر هذا العذر غير مقبول فهذه الفتاوى بنيها تصور غير سليم للوقاعة على الأرض ولو تم تحرير محل النزاع فيها كما ينبغي لقبلنا ذلك أما إذا جاءت الفتاوى مخالفة لكل ما تقدم ولم يراعى فيها تحر وجهات النظر الشرعية العراقية في هذا الموضوع فإنها تكون قد حادت عن الحق وجادة الصواب فضلا عن كونها تتجاوز مسلمة مهمة مفادها أنه لا اضطرار لصدور حكم شرعي في مثل هذه المسألة السياسية المصلحية يعني انتخابات سياسية مصلحية حتى الهيئة إخواني لم تصدر فتوى بشأن جواز أو عدم جواز المشاركة في الانتخابات منذ الاحتلال حتى اللحظة وكل من يقول بأن الهيئة لديها فتوى تحداه يظهرها الآن دعونا للمقاطعة نعم ونفخر بهذه الدعوة وشاركتنا فيها كل القوى المناهضة للاحتلال والمعارضة بل حتى بعض القوى اللي داخلها في العملية السياسية كالحزب الإسلامي قاطع معنا الانتخابات ولكن لم يصدر بيانا رسميا وإنما في اجتماع مجلس شورة قرروا المقاطعة وكانت نسبة المقاطعة 42% فإذن الكل قاطعة يدي خلونها برقبة الهيئة ماشي نفخر بهذا الأمر لأن الشعب الآن وين عاد؟ عاد إلى خيال المقاطعة ولكن دائما نقول مسألة سياسية مصلحية لا حاجة حتى نبحث عن دليل شرعي هل الاحتلال وما نتج عنه جاء لنا بمصالح أم بمفاسد؟ بمفاسد طيب هل نتعامل مع هذه المفاسد؟ ونرضى بها وبمآلاتها وبنتائجها؟ طرف قالوا نعم ونقلل منها طيب إذا قناعتنا من البداية أنه لا يمكن التقليل منها بس تزداد إذن لا نشارك فيها العقل يقول هكذا المنطق يقول هكذا المصلحة تقول هكذا حتى التجارة تقول هكذا التاجر يعرف يعني البضاعة المفيدة وغير المفيدة من أول نظرة والواقع أثبت صحة استشرافنا وسيأتي حديث عن هذا الموضوع فهذه مسألة سياسية مصلحية قائمة على تحر المصالح والمفاسد في النظام السياسي فضلا عن كون الفتوى مصادمة لإجماع متفق عليه في حكم استيلاء الغازي على بلاد المسلمين وأقصى ما يمكن أن يقال في حقها لمن أراد الحكم الشرعي ديانة والتزام لا لمصلحة سياسية يعني أكيد يكون هناك ناس كثيرين يقولوا نريد الحكم الشرعي إحنا مسلمين وليد نلتزم ليس لهدف سياسي بغض النظرة عن الفتاوى السياسية التي تحدثنا عنها قبل قليل أقصى ما يقال فيها وهذا تفسير لطريقة الاستدلال ليس تبني لرأي نحن لا نتبنى رأي شرعيا في موضوع العملية السياسية رأينا سياسي محض أقول على فرض من باب التنزل نتناقش كأننا في حلقة علمية أقصى ما يقال في الانتخابات هو الجواز خلافا لأصل المنع المنع الأصل استجابة للضرورة فإذا انتفت الضرورة فلا مخالفة للأصل ونحن نقول لا ضرورة فهي منتفية في الأصل وهذا ما أفتى به كبير علماء العراق الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان في انتخابات عام 2005 استجابة منه رحمه الله للضغوط والتوصيفات القاصرة وقتها لعدد من موارسي العملية السياسية الإسلامية العراقية بعد فشلهم وتفريطهم فما بالون اليوم بعد 16 سنة من الفشل المتراكم وتخلي بعض هؤلاء الإسلاميين حتى عن هويتهم الإسلامية وتبنيهم لأفكار ومشاريع أخرى لا ترى للدليل الشرعي تأثيرا ولا تقيم له وزنا ولا تعطيه الاحترام اللائق به مع ملاحظة أن الدكتور عبد الكريم زيدان قد رجع عن هذا الرأي عندما تبين له بعد حين أنه لا ضرورة وأن المعطيات التي أعطيت له غير دقيقة وغير صحيحة رحمه الله وكنا نتمنى ممن يصدرون هذه الفتاوى من العلماء الأفاضل من غير العراقيين أن يراعوا هذه الخصوصية وأن يجنبوا أنفسهم هذا الحرج والتكلف في غير مكانه المناسب وإنهم سمحوا لأنفسهم بهذا من باب النصيح والاهتمام ونشكرهم على ذلك فلابد لهم إذن من بيان الحكم الشرعي في مسائل أخرى من قبيل حكم تخلي بعض إسلامي العراق عن إسلاميتهم وانتمائهم لأحزاب غير إسلامية أو حكم تعاونهم مع الاحتلال بداية ونهاية أو حكم تحالفهم مع الأحزاب الطائفية التابعة لنظام الولي الفقيد حيث أن منطلق ومستند بعض الفتاوى بوجوب المشاركة في الانتقابات هو التصدي للضرر وتقليله ما أمكن وهذا تناقض بين وظاهر أو بيان الحكم الشرعي في سكوت من سكت من بعض الأحزاب الإسلامية عن موضوع التطبيع أو حكم التعامل مع النظام الإيراني في الساحتين العربية والإسلامية كل هذا يحتاج إلى أجوبة لماذا لا يجيبون عليها ويتدخلون في الشأن العراقي ولو صدرت هذه الفتاوى في بداية الاحتلال فتاوى إيجاب وإلزام المشاركة لو وجدنا لها بعض العذر ولا عذر حقيقة أما الآن وبعد انكشاف الأمور وافتضاح باطل العملية السياسية وثبت فشل نظرية تقليل الضرر المتوهمة وتوجه غالب العراقي لمقاطعتها فالأمر غير مبرر ولا معقول ويدل على أن هذه الفتاوى تتعامل مع واقع لا تدركه وتستقي المعلومات من جهات بعينها وتتغاضى عن آراء معتبرة لأسباب غير علمية وإنما سياسية حزبية النقطة الخامسة والصراع الانتخابي الصراع كما تعلمون الآن ليس صراعا من أجل المقاعد الانتخابية فهي محسومة وإنما الصراع من أجل نوعية هذه المقاعد تذهب للكتلة الفلانية ضمن المكون الفلاني أم للكتلة الفلانية ضمن المكون الفلاني وكل ما يقال عن ضرورة الانتخابات وتقليل الضرر هو حديث عن تقليل النسب من هذا المكون لهذا المكون من أجل حماية النفس لكن الواقع يقول النسب ستبقى كما هي ولن يتجاوز نسبة العشرين بالمئة بل التسعة عشر والثمانتاعش بالمئة أقصد هنا المكون السني لأن غالب الدعاية الانتخابية هي تقليل الضرر استخلاص الحقوق وقف الظلم وقف التعدي وقف 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 كله وهذا لن يحصل لماذا لأن الحصة كما هي لن تغير ولن تعدل حتى على فرض عشرين بالمئة لن تعطل من جريان العملية السياسية على خلاف ما يريدون ويتمنون فإذن هي صراع من أجل الكراسي داخل الكتلة الفلانية داخل المكون الفلاني أو إبعاد هذا الخصم أو المجيء بشخص جديد أو زيادة مصالح وما إلى ذلك هذا هو الأصل فضلا عن ذلك هناك صراع بدأ من الآن حول موضوع رياسة الحكومة وبين كتلتين لا علاقة لهما بالكتل الأخرى لأنهما المتحكباتان في المشهد العراقي وهم اللتان تسيران الحكومة حتى في عهد العبادي وفي عهد عادل عبد المهدي وفي عهد الكاظم وستبقى الأمور كذلك لأن الإرادات الدولية والإقليمية أما تريد أو موافقة على ذلك فضلا عن كون أن هذه الكتلة المتصارعة على منصب رئاسة الحكومة لديها ميليشيات كما تعرفون مسلحة ومتنفذة فمتوقع أن مجلس النواب القادم سيكون هو الأسوأ في تاريخ العراق كما أن الحكومة الموجودة الآن هي الأسوأ في تاريخ العراق وسيكون هو الميليشيات ستكون هي المتنفذة حقيقة قد تقول هي المتنفذة نعم لكنها ستزيد من هذا النفوذ من هذه الهيمنة وتصل إلى المقاعد بقوة السلاح والإرغام والإكراه وتحمل سند أو سك الشرعية من خلال الانتخابات طبعا الشرعية متوهم ننتقل النقطة السادسة نسرع قليلا حتى ننظر الصراع الانتخابي في المحافظات المنكوبة من الاحتلال وحكوماته المتعاقبة وسياسيه المحليين كما هي الحال في الصراع الانتخابي العام فأن هناك صراعا من نوع آخر في المحافظات المنكوبة يجري بين تحالفين هشين لا يملكان من العزم ما يستطيعان به العمل على تقدم العراقيين وكلاهما يحاول كسب تأييد عشائري وغطاء ديني بخطاب ساذج للحصول على الأصوات في المحافظات المنكوبة التي تسيطر عليها ميليشيات الحجد الشعبي ولكن الأهم في ذلك أنه على الرغم من التنافس بينهما إلا أنهما متحالفان سياسيا مع الميليشيات الموالية ليران ويحظيان بدعم نظام الولي الفقه من طرق مختلفة فمؤداهما واحد ونهايتهما عند صاحب النفوذ الأكبر في العراق وهذا يعني أن كليهما لا يتنافسان من أجل مصالح الشعب العراقي أو المحافظات المنكوبة حتى إن كان في النية هذا الشيء لكن نحن نتكلم عن الواقع والمخرجات وإنما من أجل مصالحهم الخاصة وسعيا ليرضائح حلفائهم في الداخل والخارج الداخل والخارج ولذلك يحظى الطرفان بدعم من أحزابهم وميليشيات تعلن ولاءها الصريح لإيران وكل الطرفين له اتصالات بالواسطة مع الإيرانيين ويستغلان معاناة المهجرين وإطلاق وعود إعادتهم إلى مناطقهم وإعمار المدن المنكوبة لأغراض الدعاية الانتخابية وللطرفة ولهو أمر مؤلم يعني في بغداد يرفعون لافتة إعمار مثل الأنبار للشيء الأنبار معمرة حتى نضرب بها المثل والدليل لاحظوا إلى أي مدى التدليس يعني ابن العامرية وابن الخضراء وابن الكرخ وابن بغداد ما يقدر يركب سيارته ويروح للأنبار ويشوفه معمرة إلا ما معمرة لاحظوا الدجل والتدليس إلى أي مرحلة وصلنا سابعا موقف الأمم المتحدة أما موقف الأمم المتحدة وبعثتها في العراق فعلى الرغم من كل المساوئ المتعلقة بالانتخابات التي أقرت بها هذه البعثة ووصفها الانتخابات بأنها خاضعة بكاملها لصيدرة الأحزاب المتسلطة وهي من تسمح بإجرائها من عدمه وهي من تتحكم بالمشهد العراقي السياسي والأمني والاقتصادي وأن هذه الأحزاب تستخدم القوة والمال السياسي في فرض الانتخابات فضلا عن تأكيدها على استخدام المال السياسي لشراء الولاءات وقمع الناخبين بالقوة واجبارهم على انتخاب الأسماء التي تفرضها هذه الأحزاب وإشارتها الواضحة إلى احتمالية تزوير الانتخابات بشكل كبير جدا هذا مو كلامنا هذا كلام بلاس خارف موثلة الأمم المتحدة في إحاطتي التي قدمتها قبل مدة وتحدثنا عنها في تصريح خاص صدر عن الهيئة قدمتها في مجلس الأمن الآن رغم كل هذا إلا أنها أي بعثة الأمم المتحدة ما زالت تدعم بقوة هذه الانتخابات القاصرة وفق معايير الأمم المتحدة وتدعو الشعب العراقي المشاركة فيها متجاهلة حالة العزوف الكبيرة العراقية المشاركة فيها ودعوات المقاطعة التي تصاعد بشكل واضح جدا وهذا يعني أنها مستمرة في المنهج نفسه المعتمد أمريكيا وإيرانيا لإجراء الانتخابات في العراق عن طريق العمل على تحريك المشاعر للأسف الطائفية والعرقية والدينية ودفع الناس من خلالها للمشاركة في الانتخابات وآخر التصريح لبلاس خارت تقول ليس بالضرورة أن تأتي الانتخابات بما يريد الناخب ولكن عليها أن يخوض هذه الانتخابات هذا الكلام ممكن يصير في الغرب لما يكون هناك اقتراع وأيضا نخلي بين قوسين حقيقي فيذهبون ويهموا آمنون من التزوير آمنون من الضغط السياسي آمنون من التخويف والترهيب وواثقون بحكومتهم وليسوا في حالة احتلال فإذا صوت وفاز الحزب الآخرين بغي له أن يقبل هذه قواعدة الديمقراطية التي يسمونها أما أن ينقل هذا الكلام للعراق فهذا أمر مستغرب جدا 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 ولا مستغرب من بعثات الأمم المتحدة وتحديدا هذه البعثة ثامنا هذه النقطة الأخيرة في المحور الأول محور الانتخابات موقف الهيئة من الانتخابات نذكر هنا بموقف هيئة علماء المسلمين من الانتخابات ونقول بعبارة واضحة موقفنا من الانتخابات هو جزء من موقفنا من النظام السياسي القائم بعد الاحتلال لأن الانتخابات هي جزئية تفصيل في النظام السياسي القائم فموقفنا المفروض معروف موقفنا من النظام السياسي القائم بعد الاحتلال ولكن ينبغي لنا التذكير والتنبيئ وأيضا الإجابة لأنه يسألنا بعض الناس أحيانا عن هذا الموضوع والآن بدأ بعض الناس يسألون عن رأي الهيئة احتراما وتقديرا واستكشافا لهذا الرأي فنقول سبق لنا أن ذكرنا في مراحل الانتخابات السابقة أننا لا ندعو شعبنا إلى مقاطعة الانتخابات من الانتخابات الثانية إلى الآن ما دعينا إلى مقاطعة الانتخابات لماذا؟ لأنه يكفينا أن نبين له أي للشعب مساوئ هذه الانتخابات ونشرح له أبعادها الخطيرة وقد كفان الشعب العراقي اليوم هذا الموقف فهو يدعو علنا إلى المقاطعة وعاد ليصطف معنا في موقفنا الكاشف لخطر العملية السياسية في ظل الاحتلال وتداعياتها الذي أكدنا عليه منذ عام 2004 وما كان موقفنا هذا إلا لخدمة وطننا ودفع الضرر عنه بحسب اجتهادنا واستشرافنا الأمور ونفخر اليوم بأن غالب الشعب العراقي قد عاد إلى قناعاتنا التي وافقنا عليها كثيرون من أبنائه وقتها وبنسبة لم تصلها أي عمل انتخابية أو أي حزب من الأحزاب القائمة والمنحلة ولكن حرفته عنها وقتها أحزاب السلطة وأدوات السلطة فإذن نحن لا ندعو إلى مقاطعة الانتخابات لا قناعة بها بل نحن نرفضها وهذا البيان كله أو هذا التقرير يدلل على ذلك ولكن نقول الشعب العراقي حر في إبداء رأيه لا نلزم أحدا ولا نعطي فرصة لطرف ما كي يقول بأن السبب في إحجام الناس هو الهيئة ويعيدون عليه نفس المسلسل ويكررون عليه نفس الاتهامات والافتراءات اللي سمعناها من عام 2005 إلى الآن بأنه سبب ما جرى هو أن الهيئة منعتنا عن المشاركة ودعتنا طيب لم ندعو للمقاطعة في الانتخابات الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة وهذه الانتخابات السادسة اذهبوا وجربوا حظكم الشعب الآن هو الذي يدعو ونحن كنا نريد أن نصل بالشعب إلى هذا المستوى الثقافي أن يدعو بنفسه لحقوقه ويطالب بإنهاء النظام السياسي والعمل السياسية ومقاطعة الانتخابات وقد وصل الشعب إلى هذه النقطة وأعتقد أن جهودنا السياسية والإعلامية في هذا المجال قد نجحت نجاحا كبيرا والدليل ما يجري على الأرض وبعد الانتخابات إن شاء الله ستبرز شواهد وأدلة كثيرة على صحة هذا الموقف المحور الثاني نقرأه سريعا التطبيع مع الكيان الصهيوني إن التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب مرفوض تماما وهو أمر ليجد قبولا لدى الشعب العراقي وأحرار العراق فهو غير مقبول ولا مبرر ومرفوض بشدة دينيا وسياسيا وأخلاقيا على الصعيد الشعبي ومن جانب القوة الوطنية المناهضة لاحتلال أما من جانب العملية السياسية وأحزابها وحكومتها فالتطبيع غير مستبعات وهناك مؤشرات ودلائل عدة على ذلك منذ الاحتلال سنة 2003 وحتى الآن بل بعض السياسيين يروجون لذلك ويحاولون الضغط ملج التطبيع مع الكيان الصهيوني ولكن بسبب الرفض الشعبي للتطبيع لا يعلنون ذلك وأغلب المواقف التي ظهرت على الإعلام من الكتر السياسي للتنديد بالتطبيع والاعتراض على مؤتمر المطبعين الأخير في أربيل هي مواقف سياسية مصلحية تقتضيها طبيعة الحملات الانتخابية حيث أن عددا من الشخصيات التي شاركت في المؤتمر مرتبطة ببعض أحزاب السلطة القائمة فضلا عن أن هذه الكتر السياسية قد تعاونت مع المحتل الأمريكي في احتلال العراق ولاحظ إخواني نقطة مهمة ومعلومة دقيقة وقبلت بوجود وحدات عسكرية صهيونية بلباس الجيش العبري مو يهود ضمن الجيش الأمريكي قوة صهيونية من الجيش العبري لتدريب إحدى دفعات مدرسة الشرطة العسكرية في العراق بعد الاحتلال وبشكل علني ومن جانب آخر فإن غالب الذين شاركوا في المؤتمر هم من دعاة الإقليم وهذا كان واضحا من خلال التصريحات التي أدلوا بها وبما يشير إلى وجود صلاة بين دعاة الأقلمة ودعاة التطبيع فضلا عن استخدام موضوع الإقليم بين حين وآخر كورقة لتخفيف الضغط عن بعض المشاركين في العملية السياسية عندما يصلون إلى طريق مزدود وفي الوقت الذي ندين في هذه المحاولات التطبيعية ونرفضها بشدة وندعو للوقوف بوجهها فإننا نبدي أسفنا لتصريح الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس المتعلق بمؤتمر التطبيع في أربيل الذي ساوى فيه بين القوى العراقية الحية المناهضة لاحتلال وأدوات الاحتلال والهيمنة في العراق عندما شكر وقدر مواقف الرئاسة والحكومة والقضاء هذا نص العبارة في العراق في رفض مؤتمر التطبيع وكان يكفيه أن يشكر الشعب العراق بقوها الحية ويتجنى بذلك الدخول في متاهة المواقف المصلحية الإعلامية التي اتخذتها الحكومة وأحزاب العملية السياسية والقضاء للمتاجرة بقضية فلسطين لصالح الانتخابات ولا يقع في فخ تقديم شكر من حركة مقاومة لحكومة احتلال في بلد آخر يكون شعبه كل مشاعر الود والحب والدعم لقضية الشعب الفلسطين ويتسبب شعر بذلك أم لم يشعر في جرح مشاعر قواه الوطنية وقواعدها التي ما فتئت تعمل بجد الوقوف بوجه التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم قضية القدس وفلسطين وكان بإمكانه أيضا أن لا يقع في خطأ شكر القضاء في العراق الذي ما زال إلى الآن لا ينصف الكثير من الفلسطينيين المعتقلين في سجونه أو ممن قتلوا في العراق بل ويحمي قاتليهم ويوفر لهم فرصة الإفلات من العقاب المحور الثالث والأخير التطبيع مع الكيان الإيراني تقدم بيان موقفنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي نرفضه وندين من يقوم به ولا نرضى بأن يكون العراق ساحة له وفي الوقت نفسه فإننا لا يمكن أن نرضى بالتطبيع مع الكيان الإيراني المراد له أن يغتصب العراق والمنطقة فهذا غير مقبول ولا مبرر وقد قلناه صراحة للإخوة في المقاومة الفلسطينية أما أن تتخذ الساحة العراقية للتطبيع مع النظام الإيراني الغاصب من خلال أدواته وإتباعه واستفزاز مشاعر العراقيين والتباكي المدعى في الزيارات الدينية قبل أيام من أجل مصالح خاصة كما حصل من بعضهم فإن هذا مما لا يقبل ولا يبرر بأي تبرير ونسجل هنا أسفن البالغ لسكوت السلطة الفلسطينية عن تصرفات سفيرها في بغداد التي تخرج عن سياقات أعمال السفراء المعتادة وتعطي صورة غير صحيحة عن الأوضاع في العراق وواقع النظام السياسي فيه وتسهم في تلميع صورة الميليشيات الطائفية وتوصل رسائل غير مناسبة لعراقيين وغيرهم وإننا ومعنا كثيرون نستغرب هذا التماهي والتعاون بين السفارة الفلسطينية في بغداد والمتعاونين مع حزب الله في لبنان من بعض أئمة المساجد وخطبائها الذين استجلبوا إلى العراق لهذا الغرض مع إيماننا أن هذه الشراذم لا تمثل حقيقة موقف علماء فلسطين ولبنان هذه إخواني هي محاور هذا التقرير الدوري عندي فقط ملاحظات سريعة وردت أثناء الحملات الانتخابية الأخيرة ليست داخلة بشكل رئيس في المحاول المتقدمة ولكنها فقط إشارات ينبغي التنبيه عليها أولا يربطون دائما في الفتوى بين موضوع الشهادة والتسكية وأن المشاركة في الانتخابات هي شهادة والشهادة واجبة للأصلح والأنفع وما يذلك ومع أنه لا رابط هذا رأي بعض العلماء لا رابط الرأي الراجح أنه لا ربط بينهما هذا شيء وهذا شيء ولكن يقولون بأنه نتحالف أو ننتخب ثم نتحالف مع من؟ مع الأصلح وبإذا بهم يتحالفون مع غير الأصلح طيب كيف يخرج هذا الأمر؟ هل هي برقماتية أم شرعية؟ مرة نأخذ شرع ومرة نأخذ سياسة؟ نقطة ثانية برز الدعوات تقول ننتخب الأصلح حتى لو كان بنسبة 1% نسبة الصلاح فيه 1% بالله عليكم هل هذا الكلام مقبول ومعقول؟ طيب لي بنسبة الصلاح 1% ماذا سيفعل من صلاح إذن؟ إذن هو فاسد أصلاً بنسبة 99% ولكن هو الإمعان في الولاء للنظام السياسي القائم وهذا يذكرنا بمن قال بأنه يكفيني لو عندي بسمار بسمار في مجلس النواب والآن هناك بدعة جديدة يتحدثون عن المقاطعين أو غير المشاركين مثل الهيئة أو الذين لا يرون وجهاً سياسياً ما مثل الهيئة يقولون ذول جماعة لا قول لا لا تكلف أحد شيئاً وعبر أحدهم قبل أيام يقول مثل الجالس على التعبير الإعراقي على القنفة يعني على الأريكة أو الكرسي أو أي شيء آخر أقول له الذي يقول نعم لا تكلفه شيئاً بل يدخل تحت خيمة المصالح والمناثع والتقديم والوظائف والرعاية والتبجيل والاحترام الذي يقول لا للاحتلال في زمن الاحتلال يتحمل ضريبة لا من سفق دماء وتغريب وتهجير وقطع أرزاق وإبعاد عن الأهل والأحباب ومعاناة وما إلى ذلك فضلاً عن القابعين في السجون إلى الآن لا ضريبتها أكبر من نعم بل نعم لا ضريبة لها الضريبة بالعكس فيها منافع ثم ما هذا التناقض عندما تكون لا متماشية مع النظام السياسي تعد أكبر لا في التاريخ كما في عام 2005 واللي هي ما صارت أكبر لا كما تعرفون لأن جاءت نعم صغير وانا محافظة ما وخربت علينا اللا الكبيرة تيجي الآن على لا المشاركة في الانتخابات تعدها كلمة سهلة وحينة ولا يترتب على شيء تناقض طيب كيف نتحالف مع فلان الآن ثم في الانتخابات التي بعدها نقول عنه فاسد ونتحالف مع فاسد آخر إذن مشاركتك الأولى خطأ تحالفت مع فاسد طيب ما هو المعيار في الفساد والصلاح الآن غالب من في العملية السياسية بل أستطيع أن أجزم وقول الكل ولكن نخلي نسبة احتمال فاشلون في أقوالهم وقدراتهم فكيف ننتخل بالفاشلين بغض النظر عن الفساد اللي تفوتون فيه ثم ما هذا التدني في المستوى في الطرح السياسي يعني على مدى سنوات طويلة أخطاء كبيرة جدا لكن ما وصلنا إلى هذه المرحلة وأتكلم هنا عن المحافظات على سبيل الأيدي يقولون عن المحافظات المنكوبة يعني مؤتمر صحفي وزعيم كتلة يقول أكثر ظهره ويقول شلون زين شواربه والعنوال دينه وسوي كذا أي مستوى هذا الطرح ضحكوا الناس علينا ما هذا الطرح السخيف أقوله بكل صراحة وبيكل وضوح هل يليق بمشاركين في عملية سياسية ويقودون كتل تسعى للتغيير وتقليل الفساد اللي شيء القضية قضية عنتريات طيب وين هذه العنتريات على اللي يتحكموا محافظات المنكوبة اللي يزينون الشوارب فعلا ويكسرون الظهور فعلا ويفعلون غير ذلك وكل هؤلاء خاضعون لهم بل يتوسلون بهم ويتعالفون معهم ثم تعميق العشائرية في غير محلها وتشتيت القبائل يقوم خطيب ودكتور يحمل شهادة شرعية ويستدلب القبيلة لو لازم ننتخب مرشح قبيلتنا مرشح عشيرتنا مرشح فخدنا مرشح عائلتنا إلى هذا المستوى لأن الشرع أقر القبلية أقرها هكذا لو من أجل جمع الكلمة والتعارف وما إلى ذلك فصالت القضية لأن تشتيت وأضرب مثل حتى ما أروح بعيد وأخدم به تحدث عن واقعنا تحدث عن منطقتنا في أبو غريب على سبيل المثال والمنطقة الانتخابية تشمل بعض الأحياء من بغداد كم من ناخبين فيها غير مقبول وغير منطقي وغير معقول كم كبير جدا من أجل أربعة أو خمس مرشحين فقط والصراع بينهم على أشده وتشتيت كبير للقضايا العشائرية وغيرها في أبو غريب وفي المناطق الأخرى في غرب بغداد في منطقة الكارخ لماذا؟ طيب أين هي الأهداف التي تسعون إليها توحيد الكلمة وتقليل الضرر؟ ألا تقتضي وحدة الصف؟ ألا تقتضي تقليل الضرر ما أنكنوا الاجتماع على مرشعين حقيقيين فاعلين ممكن أن يقدمون خدمات لهذه المناطق؟ وصل الأمر إلى التنابز وإلى الصراعات وأختم خيرا وأقول وهنا أتحدث أيضا يعني عن أبو غريب حتى لا يقال بأنه ذهب بعيدا واتهم جهات أخرى وقول كل من يشارك في العملية السياسية الآن في أبو غريب ويذهب لانتخابات وهم قلة بحسب التوقع يذهب أما لأنه صديق للنائب الفلاني أو المرشح أو أنه منتفع منه أو أنه قريب إذن لا معايير وطنية لا معايير حتى مناطقية لا معايير أخلاقية وإنما يقضي التنافس هذا وياي وهذا علي وهذا أتوقع منه كذا وهذا أتوقع منه كذا وكلهم مؤمنون تماما أي رأساء الكتل والقوان في هذه المنطقة أنهم سيفشلون وسيلجؤون أخيرا الخيار الجاهز وهو شراء النائب يشترون نائب ورما تطلع الأصوات تطلع النتائج وتعرف يذهبون إلى بعض النواب يشتريه حتى يغطي به فشله في عدم فوزه والانتخابات وقد جربوها في الانتخابات الماضية نجحت عند بعضهم وفشلت عند بعضهم فإذن القضية قضية شراء وظاهرة جديدة ومتجددة أن بعضهم يذهب إلى هذه القائمة والكتلة ويدخل معها ويقبض منها فلوس الدعاية الانتخابية ثم بعد أيام يقولهم مع السلام ويروح إلى قائمة أخرى ويرشح مع هذه القائمة ويفوز جوز وياها ووراها يقولهم مع السلام ويتحالف مع قائمة أخرى وذولا كلهم النواب اللي يعاونون عليهم في تقليل الضرر وقف الفساد وهم كل عملهم قائمة على أساس الفساد والمصالح والتقلب وما إلى ذلك وهنا أختم بالجزئية أخيرة أشرت إليها في البداية إحدى الجماعات الإسلامية التي قالت بأننا سنقلل الضرر وأن الحزب الإسلامي قد وقع في أخطاء كبيرة جدا في سياقه السياسي وأنه بدأ يتجه شرقا للأرجنتين يعني بدأ يتجه شرقا فإحنا من أجل أنه نقلل الضرر راح نركز على العمل الدعوي والتربوي وليست لنا علاقة بالعمل السياسي وإذا بنا في هذه الانتخابات هذه الجماعة الدعوية تنشئ مكتبا سياسيا وتستدعي فيه بعض السياسيين العاملين في العملية السياسية سابقا ضمن صفوف الحزب الإسلامي ثم بعد ذلك تدخل الانتخابات وترشح مرشحي ليس باسمها وإنما مع قوائم أخرى والأدهى من ذلك وأمر بأنها تدخل ضمن قوائم كانت تتهمها باتهامات معينة بل وهنا كما يقول مربط الفرس أن بعضهم أن بعضهم يدخل ضمن تحالف يسمى المشروع الوطني وقبل سنوات يتحدثون عننا عن الهيئة وعن القوى المناظر لإحتلال بأن هؤلاء يغلبون المشروع الوطني على المشروع الإسلامي وأن الوطنية التي تنادي بها الهيئة وغيرها من قبيل الوثنية والطين وما إلى ذلك والأصل هو الدفاع عن مصالحنا كإسلاميين وكأهل سنة وأن الوطنية صارت نبز تنبز به الهيئة وغيرها وإذا بهم الآن يتحالفون مع تحالف يسمي نفسه المشروع الوطني بارك الله فيكم وشكرا على الاستماع وأعتذر عن الإطالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا الدكتور مثنى حارث الضاري على هذا العرض الوافي الذي سلط فيه الضوء على أمور مهمة يحتاجها من يبحث عن حقيقة الواقع في العراق وفي ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نشكر الحضور الأكارم وحسن استماعهم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته